الكلاب الشاردة هم وخطر كان وما يزال يطارد أهالي مدينة العند بمديرية تبن بمحافظة لحج لم يقتصر خطرها على حياة المواطنين من الأحياء وثروتهم الحيوانية بل تصاعد الأمر مؤخرا ليصل إلى الأموات في لحودهم حيث تعرضت عشرات القبور في مقبرة المدينة للنبش والحفر لأعماق الأرض يصل بعضها إلى اللحد وما تبقى من كفن بعض الموتى ساعدها في ذلك تدني مستوى سور المقبرة ووجود بعض الفتحات والممرات في أطرافها ما جعل منها مأوى مناسب لتلك الكلاب الضالة وملاذا آمنا تحفر فيه جحورا في التربة لصغارها كلاب الضالة من 2015 أنتشرت بشكل فضيع وبدأت تحفر القبور وخرجت الأكفان وخرجت القثة يعني مشكلة كبيرة وناشد السلطة المحلية والتجار وفاعلين الخير والمعمور المديرية بتفاعل معنا بهذا الموضوع برفع السور ورفع الضرر عن الأموات انتشار الكلاب ونبشها للقبور والمشاهد يعني ترثى لها أو يرثى لها القبين ويندى لها ولهذا رأينا أن السور هابط والكلاب منتشرة في كل مكان وكل يوم تنبش قبر قبرين وتصل إلى لحد بل تخرج الكفن من داخل القبر وربما تخرج العظام ونعيدها بجهد يعني بجهد فردي وجود الكلاب الذي مثلا ترتاد هذه المقبرة بصورة مستمرة لعدم وجود صور مرتفع ومع أبواب محكمة عند زيارتك لهذه المقبرة وما تعانيه من إهمال تصاب بالحسرة والألم لما وصل إليه حالها اليوم فقد تعرض أكثر من خمسة وأربعين قبرا للنبش والحفر وهي معاناة يشكو منها أهالي المنطقة رغم الجهود التي يبذلونها لحماية مقابر من فقدوهم من الأهل والأحبة من خلال إعادة ترميم بعضها إلى ما كانت عليه ومطاردتهم المستمرة لهذه الكلاب الضالة للحد من عبثها داخل المقبرة هذه باهرة صراحة سيئة تفاجئنا فيها نحن في المنطقة ووجدنا بأن الكلاب بدأت تنبش في القبور ولذلك تأثرت عديد كبير من القبور داخل هذه المقبرة التي كانت قد أغلقت وفتحت مقبرة أخرى الكلاب تنبش القبور تحفر فيه حتى تصل إلى اللحد أو أعمق من اللحد وتجعل من هذا القبور مسكنا لها وتتوالد فيه كذلك نحن نناشد مدير مديرية والسلطة المحلية بأن حتى الأقل ترفع هذا السور حول المقبرة من أجل الكلاب الضالة الذي نبشت داخل القبور كل من حصلنا قذف أطفال قذف كبار حاجة ما تدخل في البال للموت عبرة وللقبر حرمته وما يحدث في هذه المقبرة من انتهاك لهذه الحرمة يتطلب تكاتف الجهود لحمايتها والحفاظ عليها من خلال العمل على بناء سور محكم لحمايتها من جميع الاتجاهات وبارتفاع لا يسمح لأي حيوان بالدخول إليها أو العبث بقبور من رحلوا عنا وصاروا تحت التراب ولابد من العمل على إغلاقها كونها تعد من أقدم المقابر في المدينة والتي أصبحت ممتلئة بالموتى إلى جانب مطالبة الأهالي بتأهيل المقبرة الجديدة والعمل على حمايتها من مياه السيول التي تتدفق إليها أثناء موسم الأمطار والعمل على بناء سور مرتفع يحميها كلا تتحول هي الأخرى إلى مأوى آخر للكلاب الضالة وتصبح قبورها عرضة للعبث والنبش دون رقيب أو حسيب